قال وزير الإعلام والثقافة وسياحة معمر الإرياني قال إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدأت عملية عسكرية واسعة أطلق عليها عملية النجم الثاقب لتحرير محافظة البيضاء من ميليشيا الحوث الإنقلابية المدعومة من إيران وأكد الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنبال يمنية سبا تحقيق قوات الجيش والمقاومة الشعبية بإسناد من قوات تخالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية تحقيقها انتصارات ميدانية شملت تحرير عدة مواقع وتكبيد الميليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية مختلفة وقال إن وحدات من الجيش والمقاومة شنت هجوما على ميليشيا الحوثي وتمكنت خلاله من تحرير عدة مواقع في جبهة الحزمية بمدينية الصومعة أبرزها مناطق جميمة ووفاء وشاردة والسوس وشبكة دمضاحي وعقرامه وشوكان ومواقع أخرى باتجاه المسحر وأضاف أن المعارك ما زالت متواصلة وسط تحقيق قوات الجيش والمقاومة انتصارات والتقدم الميداني حيث باتت القوات على بعد ثلاثة كيلو من الخط الرئيسي الرابط بين البيضاء ومكيراس مؤكدا مقتل وجرح العشرات من العناصر الحوثية وتدمير آليات عسكرية واغتنام أسلحة مختلفة ترجمة نانسي قنقر